نحن بحاجة إلى كسر عظام أولئك أطفال الحجارة وصحقها حتى يشعر الفلسطينيون بالألم فهم إذا لم يشعروا بالألم فلن يتوقفوا عن رمي الحجارة والانتفاضة تصريح إرهابي قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال أعطى من خلال الأوامر المباشرة لقوات كيان المحتل بالقضاء على الأطفال والشباب واستخدام كل أنواع العنف في قمع المتظاهرين الأبرياء إسحاق رابين هل كان حمامة سلام؟ ولا شيطان؟ سياسي وجنرال إسرائيلي ارتكب أبشع الجرائم والمذابح في حق الشعب الفلسطيني الأعزل فنال جيزة نوبل للسلام عن قتله لمئات الأطفال قدر يقرأ المستقبل ويعرف أن إسرائيل ما قدامهاش غير السلام أو الاستسلام فتم اغتياله شبهوا المحللين بالرئيس السادات وقالوا عنهم أنهم متطابقين في كل شيء بداية من الدوافع مرورا بالقرارات ولغاية المصير النهائي كان اغتياله غامض وتسبب في جدل واسع في العالم كله وزي ما كان اغتياله غامض ومثير للجدل كانت سياسته أكثر غموضا وجدلا فالبعض واصفوا بأنه كان شيطان حاول استغلال العرب لتحقيق مصالح إسرائيل والبعض الآخر قال أنه كان حمامة سلام بس أدرك في وقت متأخر إجرام كيانه المحتل وحاول يرجع الحق الأصحابه فيطر إيه هي الحقيقة وإيه هي أسباب وحقيقة فقدانه للوعي وانهياره العصب قبل الحرب مع مصر صديق المشاهد لو عايز تعرف الإجابة على الأسئلة اللي فاتت وتكتشف بنفسك مين هو إسحاق رابين وهل كان فعلا حمامة سلام ولا شيطان من أبالسة الجحيم وتعرف كمان أسرار اغتياله وتورت نتنياهو والشاباك في الاغتيال ده يبقى لازم تتابع معنا الفيديو للآخر بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اتولد إسحاق رابين في مدينة القدس في 1 مارس لسنة 1922 لعائلة متعصبة للصهيونية العمالية فكان أبوه أمه من اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية في الموجة الثالثة لهجرة اليهود لفلسطين من أوروبا وبالنسبة للأب نحمية مناحم أوكراني الأصل فهاجر للولايات المتحدة في سن 18 سنة بعد وفاة والده في سن صغير وهناك انضم الحزب بوال صهيون وغير لقبه من نحمية مناحم لنحمية رابين وفي سنة 1917 سافر نحمية لفلسطين مع مجموعة من اللاجئين اليهود وقدم على طلب الجنسية الفلسطينية أما الأم روزا كوهين واللي كانت من بيلاروسيا فكان والدها حخام يهودي معارض للحركة الصهيونية لكنها في فترة دراستها في المدرسة الثانوية كانت بدأت تقرأ وتهتم بالسياسة والقضية الصهيونية فاتأثرت بيها جدا وعشان كده قررت تسيب بيتها في بيلاروسيا وتهرب في باخرة راسلان اللي كانت في طريقها الفلسطين سنة 1919 وبعد ما وصلت روزا لفلسطين اشتغلت في كيبوتس على شط بحير الطبرية وبعد فترة قليلة انتقلت للقدس وهناك قبلت نحمية رابين خلال أحداث مهرجان النبي موسى اللي قام فيها اليهود بأعمال شغب وعنف ضد الفلسطينيين في القدس وبعدها اتجوزت روزا من نحمية وخلفوا إسحاق وفي سنة 1923 انتقلوا كلهم لتل أبيب واشتغل نحمية كعامل في شركة الكهرباء الفلسطينية وروزا اشتغلت كمحاسبة وناشطة محلية وأصبحت بسبب شدة تطرفها ضد الفلسطينيين ودعمها للحركة الصهيونية عضو في مجلس مدينة تل أبيب وفي سنة 1927 التحق إسحاق رابين بمدرسة أبناء العمال واستمر الدراسته فيها لمدة 8 سنين وكان يعتبر رابين طالب متفوق جدا لكنه بسبب سلوك والدته الصارم ومعاملتها القصية معاه كان طفل طوائل درجة أن مدرسينه كانوا فاكرين وغابي وكانوا بيكتشفوا عبقريته فقط من خلال درجاته في الامتحانات وفي سنة 1935 دخل رابين مدرسة الزراعة في كيبوتس جفعات هاشلوشا اللي أسسته أمه روزا كوهين وبعد السنة من دخوله المدرسة الزراعية وبعد ما بقى عنده 14 سنة طلبت منه أمه أنه ينضم العصابات الهاجناة وهناك بدأ تدريباته العسكرية وتعلم إزاي يستخدم السلاح وفي الفترة دين ضم كمان لحركة الشباب الاشتراكية الصهيونية هانوار هاوفيد وفي سنة 1937 ساب رابين مدرسة كيبوتس جفعات هاشلوشا والتحق بمدرسة خضوري الثانوية الزراعية في قرية كفار تافور لمدة سنتين وبالرغم من أن رابين كان مهتم بالزراعة وكان حلمه أنه يبقى مهندس زراعي إلا أن والدته رفضت قراره ده وطلبت منه التركيز على العمل العسكري وعشان كده ومع بداية سنة 1938 بدأ اهتمام رابين يتحول للنحية العسكرية ولما زادت شرارة الثورة الفلسطينية قرر رابين الانضمام للعصابات الصهيونية بشكل كامل خاصة بعدما أغلقت القوات البريطانية مدرسته الثانوية سنة 1939 بصورة مؤقتة بسبب خطابات العنف والتطرف اللي كان المدرسين بيعلموها للطلبة اللي كانوا بدورهم بيشكلوا عصابات من المراهقين وبيقوموا بأعمال إرهابية وتخريبية وفي فترة إغلاق المدرسة بدأ رابين يتدرب ويكثف تدريباته علشان يكون جاهز ومؤهل لارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين واشتغل في الفترة دي كشرطي عسكري في كيبوتس جينوسار لغاية سنة 1940 اللي كان أنهى فيها رابين دراسته بعدما رجعت مدرسته للعمل مرة تانية وبعدما خلص رابين دراسته رجع يفكر تاني في دراسة هندست الراي بعدما جات له منحة دراسية من جامعة كاليفورنيا لكن أمه وابوه رفضوا ساعتها وشجعوه على أنه يفضل في فلسطين فقرر في النهاية أنه ينفذ كلامهم وفي سنة 1941 وخلال تدريباته العسكرية في كيبوتس راماتيو حنان جي طلب لرابين بالاندمام لفرع عصابات البالماخ اللي تم تشكيله في الهاجناء وده كان تحت إشرافي جال ألون وقيادة موشي ديان عشان يشارك رابين في أول عملية على أرض المعركة وهي عملية غزو حكومة فيشي الفرنسية في سوريا ولبنان خلال الحرب العالمية التانية مع القوات البريطانية ودي نفس العملية اللي فقط فيها موشي ديان عينو سنة 1941 وبعد العملية دي كان اكتسب رابين خبرة قتالية كبيرة وبدأ يشارك بعدها في هجمات العصابات الصهيونية الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين فتم وضع اسمه على قائمة البالماخنك وعشان كده كان لازم يستخبر رابين عشان يتجنب التحقيق معاه من الإدارة البريطانية وبدأ يقضي معظم وقته في الزراعة والتدريب في السر وفي عام 1945 اتعين رابين كنائب لقائد الكتيبة الأولى في البالماخ ومع نهاية الحرب العالمية التانية كانت العلاقة بين البالماخ والسلطات البريطانية توطرت بسبب فكرة زيادة هجرات اليهود وزيادة عمليات التخريب وطرد الفلسطينيين من بيوتهم فبدأت القوات البريطانية في احتجاز بعض اليهود المهاجرين وهنا حط رابين خطة لعصابات البالماخ باقتحاموا عسكر اعتقال عتليت ووقتها قدروا يهربوا اكتر من 200 مهاجر من اليهود الغير شرعيين اللي تم احتجازهم هناك وبعد العملية دي قاد رابين عدد كبير من العمليات ضد القوات البريطانية والفلسطينيين وقام بعمليات تهجير قصرية واسعة اتل فيها عدد كبير من الابرياء والاطفال والنساء وفي يوم 29 يونيو 1946 او السبت الاسود اللي قامت في بريطانيا بعمليتها ضد قادة المؤسسة اليهودية في الانتداب البريطاني والبالماخ اعتقلت بريطانيا رابين واحتجازته لمدة خمس شهور وبعدها تم اطلاق صراحه وفي 1 اكتوبر 1947 اصبحت مسئولية تأمين منطقة الجنوب باكمالها بتقع على البالماخ وكانت عملياتها في الفترة دي عبارة عن نقل الامدادات الى النقب والجليل وتأمين خط المياه في النقب واقامة قناة اتصال مع نقاط المستوطنات المعزولة ومصاحبة قوافل الامدادات الى القدس المحاصرة ومع اندلاع حرب النكبة سنة 1947 كان رابين مسئول عن قطاع القدس في مقر البالماخ وقاد الحرب فيها وحينها تولى قيادة لواء هارئيل وقاد اللواء في معارك الشيخ جراح والقطامون وجبل صهيون وكانت من مهامه حراسة طرق القدس ومستوطنات غوش عطسيون وشاركت كمان قواته ضمن عملية نحشون وفي اكتوبر سنة 1947 اترقى المنصب قائد كتيبة البالماخ وخلال الحرب سنة 1948 بين العرب واليهود قاد رابين العمليات الاسرائيلية في القدس وواجه الجيش المصري في النقب وخلال الهدنة الاولى قاد رابين قوات الجيش الاسرائيلي في مواجهة عصابات الارجون اللي كانت عايزة تستقل عن الجيش الاسرائيلي وتكون جيش بمفردها وفي الفترة دي تصادف وجود رابين في تل أبيب اللي وصلت لها سفينة ألتانا فكان هو من ضمن قيارة المشاركة بقصف السفينة تنفيذا لقرار بن جوريون وفي الفترة دي كانت جاوز رابين من لياش لوسبرج اللي كانت مرسلة صحفية لصحيفة البالماخ وأنجب منها طفلين هما داليا ويوفال وبعد فترة الهدنة عمل رابين كضابط عمليات في الجبهة المركزية المسؤولة عن وسط فلسطين في الجبهة الجنوبية وتم تعيينه كنائب ليجال آلون قائد عملي الداني اللي تم فيها الاستيلاء على مدينة الليد والراملة وطرد سكانهم ووقع رابين بنفسه على أمر الطرد اللي قال فيه يجب طرد سكان الليد دون الاهتمام بالعمر أو الحالة الصحية أو أي اعتبارات إنسانية أخرى وفي أغسطس سنة 1949 تم تعيين رابين كقائد فعلي للجبهة الجنوبية مكان آلون واستمر في منصبه لمدة شهرين ولغاية ما حصل موشي ديان على منصبه بدعم بن جوريون وبعد ما خلصت الحرب ومع بداية سنة 1949 أصبح رابين عضو في الوفد الإسرائيلي اللي قام بمفاوضات الهدنة مع مصر اللي حصلت في جزيرة رودس واللي كانت نتيجتها هي اتفاقيات الهدنة سنة 1949 ومن بعد الحرب كانت بدأت العلاقات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي والأب الروحي لدولة الاحتلال ديفيد بن جوريون تتوتر فبدأ يغيب تدريجيا عن المشهد في الوقت ده كان رابين هو المسؤول عن تدريب الضباط العسكريين في الجيش الإسرائيلي فأسس عقيدة تدريبية وإسلوب القيادة اللي أصبح معروف بالأمر اتبعني وفي بداية سنة 1951 تم تعيينه كرئيس لقسم العمليات في شعبة هيئة الأركان العامة وفي الفترة دي شارك في العمل على تنفيذ عمليات ضد المتسللين وساهم في تطوير هجمات انتقامية ردا عليها ومن سنة 1956 لغاية 1959 شغل منصب قائد المنطقة الشمالية وخلال الفترة دي كان استعد للعدوان الثلاثي على مصر معتقدا أن هناك إمكانية لتدخل الأردن والسوريا في الحرب والحقيقة أن الفترة دي شهدت عمليات القصف المتبادل مع سوريا وعمليات اختراق للحدود وفي 25 ديسمبر سنة 1963 اتعين رابين كسابع رئيس أركان للجيش الإسرائيلي عن طريق رئيس الوزراء ليفي إشكول اللي حل محل ديفيد بن جوريون في رئاسة الوزراء وبما أن أشكول ما كانش عنده خبرة عسكرية كبيرة زي بن جوريون فكان بيثق في حكم رابين اللي أصبح بيتحرك بحرية مطلقة في أي قرار وده على حسب كلام السكرتير العسكري الإشكول اللي قال أن ليفي إشكول كان بيتبع رابين وهو مغمض عينيه تقريبا وده لأنه كان واثق فيه والحقيقة أن خلال فترة ولايته الأولى تم تعزيز الخطط العملياتية للجيش وإجراء سلسلة مع عمليات شراء الأسلحة وتعزيز التوجه باتجاه أمريكا ولما شن الجيش الإسرائيلي حرب يونيو 1967 كان رابين طور عقيدة القتال في جيشه واللي كانت أيمة على الحركة والمفاجأة واللي تم استخدامها في الحرب وقدرت إسرائيل أنها تحقق انتصارها على مصر وسوريا والأردن في نكسة 67 يعني باختصار يا صديقي رابين قدر يثبت أن تصور استراتيجيات التعبئة السريعة للإحتياطات وتدمير طائرات العدو على الأرض تصورات حاسمة ده غير أنه كان صاحب قرار احتلال القدس وحاول إقناع الحكومة الإسرائيلية بفتح جبهة مع سوريا فتمكن من احتلال الجولان إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء وعلشان كده منحته الجامعة العبرية الدكتورال فخرية وأي درابين استخدام الأراضي المحتلة كورقة للمساومة السياسية باستثناء القدس الأهميتها الوطنية والعاطفية والجولان للعمق الإستراتيجي ومن بعدها بقى الجمهور الإسرائيلي بينظر إليه على نطاق واسع بأنه بطل الحرب فضمن سمعته الوطنية كشخص يمكنه ضمان أمن إسرائيل والغريب يا صديقي إن رابين كان مرعوب من الحرب دي رغم إن تقارير الموساد كانت كلها بتأكد على إن الحرب هتمشي زي ما خططت لها إسرائيل فقبل الحرب بأيام دخل رابين في حالة انهيار عصبي ما كانش قادر بسببها إنه يتابع أي حاجة بتحصل واستمرت الحالة دي الأيام قبل ما يرجع مرة تانية ويستكمل خطته وقيادته للجيش وبعد ما خلصت الحرب وتحديدا وفي نهاية ديسمبر 1967 تقاعد رابين من منصب رئيس هيئة الأركان العامة وانتقل للولايات المتحدة الأمريكية وأصبح سفير إسرائيل في الولايات المتحدة من سنة 1968 واشتغل هناك لمدة خمس سنين وفي الفترة دي أصبحت أمريكا هي المورد الرئيسي للأسلحة الإسرائيل ورفعت الحظر اللي كان مفروض على طائرات الفانتوم عن إسرائيل كمان وكان رابين يهودي علماني غير متدين لدرجة إن البعض كان بيعتبر ملحد ووصف الدبلوماسي الأمريكي دينيس رو بإنه أكتر اليهود علمانية على الإطلاق في تاريخ إسرائيل وبعد ما خلصت حرب 73 رجع رابين مرة تانية لدولة الاحتلال وتم انتخابه كعضو في الكنيسة الإسرائيلي وبعدها بسنة تم تعيينه في منصب وزير العمل الإسرائيلي في حكومة جلدة مئير واللي ما استمرتش الفترة طويلة فبعد ظهور التقارير الإسرائيلية اللي اتهمت حكومة مئير بالإهمال وتسبب في فشل إسرائيل في حرب إكتوبر قدمت جلدة مئير استقالتها في شهر إبريل سنة 1974 وبعدها مباشرة تم انتخاب رابين كزعيم لحزب العمال بعد ما خسر أصاده شمعون بيريز اللي كانت المنافسة بينهم شارسة من وقتها والسنين قدام وبفوز رابين برئاسة حزب العمال وبفوز حزب العمال في الانتخابات أصبح رابين هو رئيس الوزراء في 3 يونيو سنة 1974 وكانت حكومة إسحاق رابين عبارة عن حكومة اقتلافية ضمت أحزاب من اليساريين والليبراليين المستقلين وحتى الفلسطينيين والقارويين والبدو ودي كانت واحدة من الفترات الأوليلة في تاريخ إسرائيل اللي ما كانش للأحزاب الدينية فيها وجود وسط الاقتلاف لكن الحالة دي ما استمرتش كتير ففي 30 اكتوبر انضم الحزب الديني الوطني للإقتلاف وفي فترة حكم رابين كانت الانجازات السياسية شبه معدومة باستثناء أهم إنجاز وهو اتفاق سيناء المؤقت اللي تم التوقيع عليه في شهر سبتمبر سنة 1975 واللي تم فين سحاب إسرائيل لمسافة داخل سيناء عشان تحل محلها قوات من الأمن الدولي وكان الاتفاق دا يعتبر بمثابة إعلان صريح على إنهاء حالة الحرب وبداية المفاوضات السياسية وطبعا الاتفاق دا تم بعد ضغط أمريكا وتهديد هنري كاسنجر لإسرائيل باحتمال وقف الدعم العسكري عن إسرائيل خلال الحرب اللي خسرتها قصاد مصر وطبعا الاتفاقية دي كانت هي أول خطوة وأهم خطوة لاتفاقيات كان بديفت في 78 ومعاهدة السلام مع مصر في 79 بعد كده لكن كان أهم إنجاز تم في فترة حكم رابين الأولى هي عملية عنتيبي ودي كانت عبارة عن عملية خطف نفزتها مجموعة من الفلسطينيين والثوريين اليساريين الألمان في 27 يونيو سنة 1976 بعد ما قاموا بخطف طيارة فرنسية كان فيها حوالي 248 راكب وراحوا لمنطقة عنتيبي في أغندا وبعد الهبوط تم إطلاق صراح جميع الركاب مع عدل إسرائيليين وطالب الفدائيين وقتها بتحرير سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية لكن في ليلة 4 يوليو نقلت طائرات النقل الإسرائيلية بصورة سرية أكتر من 100 جندي إسرائيلي لمسافة 4000 كيلو متر الأغندا عشان تتم عملية الإنقاذ واستمرت العملية دي لمدة ساعة ونص وتم ساعتها تحرير 103 راهينة وعشان كده تم اعتبار عملية عنتيبي هي الحدث الأهم خلال فترة ولاية رابين الأولى وبسبب نجاحها أصبحت عملية عنتيبي موضع لدراسة المحللين الإسرائيليين ومع نهاية عام 1976 بدأت حكومة رابين تواجه مشاكل مع الأحزاب الدينية ووصلت لدرجة مطالبة حزب أغوداتي إسرائيل اللي بيمثل اليهود الحريدين داخل الحكومة بسحب الثقة من رابين وده بسبب انتهاء كل يوم السبت بعد ما استلم أربع طيارات من طراز F-15 من الولايات المتحدة بعد مغرب يوم الجمعة وهنا قام رابين بحل حكومته وقرر يدخل انتخابات جديدة وفي انتخابات الحزب كسب رابين زعامة الحزب مرة تانية قصت شمعون بيريز في فبراير 1977 وكانت الأمور ماشية في طريقها الاعتيادي ورابين على وشك الفوز بالانتخابات لكن حصلت وقتها حاجة ما كانتش ضمن حساباته فبعد لقاء رابين بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر في شهر مارس سنة 1977 أعلن رابين ان الولايات المتحدة بتدعم فكرة إسرائيل في مد حدودها اللي ممكن إسرائيل تدفع عنها وده وقتها كان شيء بيدر بخطط أمريكا في عمليات السلام بين مصر وإسرائيل وعشان كده أصدر كارتر توضيح بأن المقصود هنا مش سينة وبعدها حصل توطر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وفي 15 مارس سنة 1977 كشفت صحيفة هاقارتس العبرية عن إن في حساب مشترك بالدولار باسم يتسحاق وزوجت وليا رابين تم افتتاحه في واحد من بنوك واشنطن خلال فترة عمله كسفير لإسرائيل وإن الحساب ده لازال مفتوح وده طبعا كان يعتبر انتهاك للقانون الإسرائيلي وفقا لأنظمة العملة الإسرائيلية في الوقت ده لأنه كان من غير القانوني للإسرائيليين الاحتفاظ بحسابات مصرفية أجنبية من غير تصريح مسبق وعشان كده استقال رابين من الحزب في 7 إبريل بعد ما كشف كمان صحفي مع ريف العبرية إسحاق ميكيا عن إن عائلة رابين كان لها حسابين في واشنطن مش حساب واحد وكان فيهم 10 تلاف دولار وعشان كده لجنة الجنرالات الإدارية في وزارة المالية فرضت عليهم غرامة وبعد استقالة رابين تولى شيمون بيريز عامة حزب العمل الإسرائيلي في سنة 1980 بعد ما خسر لأول مرة في الانتخابات في مايو سنة 1977 وبعد هزيمة حزب العمال في الانتخابات لأول مرة أصبح مناحم بيجن من حزب الليكود واللي هو حزب يميني معارض رئيسا للوزراء وأصبح حزب العمل بقيادة شيمون بيريز لأول مرة هو حزب المعارضة لغاية سنة 1984 وفي الفترة دي أصبح رابين عضو في الكنيسة وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع وحاول رابين أنه يتحدى شيمون بيريز في قيادة حزب العمل الإسرائيلي مرة تانية في انتخابات قيادة الحزب عام 1980 لكن شيمون بيريز هو اللي كسب وبسببه خسر الحزب مرة تانية في الانتخابات لكن مع ذلك تم تعيين بيريز كرئيس للوزراء ضمن حكومة اقتلافية ومن سنة 1984 لسنة 1990 أصبح رابين هو وزير الدفاع في الحكومة الاقتلافية اللي تم فيها تبادل السلطة بين يتسحاق شامير وشمعون بيريز وفي الوقت اللي تولى فيه رابين منصبه كانت القوات الإسرائيلية متمركزة داخل لبنان فأمر رابين بنسحبها للجنوب على الحدود اللبنانية وده لأن جيش لبنان الجنوبي كان ناشط في المنطقة دي وفي 4 أغسطس سنة 1985 قدم رابين سياسة القبضة الحديدية في الضفة الغربية وأحيى تشريعات عصر الانتداب البريطاني لاعتقال الفلسطينيين من غير محاكمة فكانت فترة رابين من أكتر فترات الاعتقال في تاريخ الفلسطينيين ده غير كمان أنه اتبع سياسة هدم المنازل وإغلاق الصحف والمؤسسات وترحيل النشطاء وطبعا التغيير في سياسته ده كان سببه هو طموحه في الحصول على السلطة مرة تانية بسبب مطالب الإسرائيليين بتطبيق سياسة العنف على الفلسطينيين بعد عملية تبادل الأسرة اللي تمت في مايو سنة 1985 واللي تم بسببها الإفراج عن 1150 فلسطيني واستمرت سياسات رابين القمعية والوحشية طول فترته في وزارة الدفاع خاصة بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو الانتفاضة الحجرية واللي كانت عبارة عن سلسلة من الاحتجاجات اللي نفذها الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واللي كان هدفها هو رفع الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة اللي كان وصل وقتها لعشرين سنة فقام رابين باتخاذ إجراءات عنيفة وإرهابية لوقف الانتفاضة وأمر باستخدام القوة والضرب ضد الفلسطينيين واستخدم مصطلح كسر العظام كشعار للمرحلة دي وكان هو المسؤول عن اغتيال الزعيم الفلسطيني وقياد الثورة الفلسطينية خليل إبراهيم الوزير الشهير بأبو جهاد في تونس لكن بسبب فشل سياسة القبضة الحديدية في رضع الفلسطينيين وتظاهر سورة إسرائيل الدولية وقطع الأردن لعلاقتها القانونية والإدارية مع الضفة الغربية وكمان مع اعتراف أمريكا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني بدأ رابين يبحث عن طرق ووسائل تانية لحل الأزمة وهي من خلال التفاوض والحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية فقدم خطة رفقة إسحاق شامير اللي تعرفت باسم مبادرة شامير رابين للتسوية واللي تضمنت تعزيز التطبيع مع الدول العربية وحل مشكلة اللاجئين وإقامة انتخابات في الضفة الغربية وقطع غزة لإفراز قيادة تتفاوض معها إسرائيل لكن حزب الليكود رفض الخطة فاضطر شامعون بيريز إنه يقدم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة اللي وافق عليه رابين وأيده وده كان بالنسبة للجبهة الفلسطينية أما بالنسبة للجبهة اللبنانية فكانت مواجهة رابين مستمرة فبعد إسبوعين من اغتيال أبو جهاد في تونس أشرف رابين على تدمير معقل لحزب الله في ميدون وتعرفت العملية دي ساعتها بعملية القانون والنظام واللي ادعى الجيش الإسرائيلي فيها إن حوالي من 40 ل50 من مقاتلي حزب الله اتقتلوا فيها ده غير كمان إنه خطط ونفذ لعملية اختطاف زعيم حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد واثنين من مساعدينه في 27 يوليو سنة 1989 من جبشيد في جنوب لبنان ومن سنة 90 لسنة 92 رجع رابين مرة تانية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة وفي انتخابات القيادة عام 92 تم انتخاب رابين كرئيس لحزب العمل وبكده قدر يتغلب من جديد على شامعون بيريز ويرجع مرة تانية لرئاسة مجلس الوزراء والمرة دي ادعى إن الهدف من حكومته هو صنع السلام وعشان كده خلال حكمه معرضش المفاوضات السرية في أسلو واللي نتج عنها اتفاق توقيع المبادئ في 13 سبتمبر 1993 فقبل توقيع الاتفاقيات وصلت لرابين رسالة من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات قالوا فيها أنه بينبذ العنف وبيعترف رسميا بدولة إسرائيل وفي نفس اليوم أرسل رابين لعرفات رسالة اعترف فيها رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينية فبعد ملاعب رابين دور كبير في توقيع اتفاقيات أسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية واللي بقى ليها حق السيطرة الجزئية على أجزاء من قطاع غزة والضفة الغربية ولكن بعد الإعلان عن اتفاقيات أسلو خرجت مظاهرات احتجاجية في إسرائيل اعتراضا على الاتفاقيات ومع استمرار الاحتجاجات أصر رابين على أنه طالما حصل على الأغلبية في الكنيسة فهو هيتجاهل المتظاهرين والاحتجاجات وصرح ساعتها بأن المتظاهرين هيفضلوا يدوروا زي المراوح وهو هيستمر في طريقه في اتفاقات أسلو واعتمدت أغلبية رابين البرلمانية على الدعم الفلسطيني من غير الأعضاء في الاقتلاف ورفض رابين حق اليهود الأمريكان في الاعتراض على خطة السلام ووصف معرضتهم بالوقاحة طبعا عرضة حماس والفصائل الفلسطينية التانية هي كمان اتفاقية أسلو لكن رابين تجاهل اعتراضاتهم هم كمان وبعد مصفحة رابين التاريخية لياسر عرفات وبعد ما قال رابين كلمته الشهيرة باسم الشعب الإسرائيلي نحن الذين حاربناكم أيها الفلسطينيون نقول لكم اليوم بصوت عال وواضح كفى دماء الدموع تكفي زادت حالة الغضب وفي نفس الفترة دي أشرف رابين برضو على توقيع معاهدة السلام مع الأردن سنة 1994 وعرب عن استعداده للانسحاب من الجولان مقابل السلام مع سوريا وبسبب اتفاقية أسلو حصل رابين على جيزة نوبل للسلام عام 1994 مع ياسر عرفات وشمعون بيريز وقال رابين خلال كلمته بعد استلام الجيزة إن المقابر العسكرية في كل ركن من أركان العالم هي شهادة صامتة على فشل القادة الوطنيين في تقديس الحياة البشرية لكن الاتفاقية دي أسمت المجتمع الإسرائيلي فالبعض كان شايف رابين بطل قدر يوفر الأمن لهم مع الفلسطينيين بينما شاف البعض الآخر إنه خاين لأنه تخلى عن أرض اعتبروها بالأساس أرضهم وبدأوا يلوموه على مقتل بعض الإسرائيليين في الجنوب واتهموه بأن اتفاقات أسلو هي السبب وبدأ احتقار طيار المحافظين اليمينيين وزعماء حزب الليكود أو الحزب اليميني لي زيد وده لأنهم اعتبروا عملية السلام هي محاولة تنازل مزلة عن الأراضي المحتلة واستسلام لأعداء إسرائيل واعتبر المحافظين الدينيين وقادة حزب الليكود إن الانسحاب من أي أرض يهودية حسب ادعاءهم يعتبر بدعة واتهم زعيم الليكود بن يمين نتنياهو حكومة رابين ساعتها بأنها بعيدة عن التقاليد اليهودية ومنع الحخامات اليمينيين المرتبطين بحركة المستوطنين التنازل عن الأراضي للفلسطينيين ومنعوا الجنود الإسرائيليين من إجلاء اليهود المستوطنين بعد اتفاقية أسلو وظهرت في المسيرات اللي نظمها الليكود وجماعات يمينية تانية صور لرابين وهو لابس زي القوات الخاصة النازية وقارن المتظاهرين حزب العمل بالنازيين ورابين بهتلر وهتفه في الشوارع رابين قاتل رابين خاين شوف يا صديقي اتفاقيات رابين دي كلها كان الهدف منها هو تحقيق مصالح إسرائيل عن طريق إخضاع العرب لها بالسلام مش بالحرب لأنه أدرك إن الحرب مش هتعمل أي حاجة غير دمار اقتصاد إسرائيل ده غير كمان إنها هتشكل مع الوقت خطر على دولة الاحتلال خاصة بعد ما بدأت حماس تطور من قدراتها الدفاعية فخطة رابين الأساسية كانت هي التركيز على الإصلاح الاقتصادي الإسرائيل وده بالفعل اللي عمله رابين لما قام بإصلاحات كبيرة في نظم التعليم والرعاية الصحية فأنشأت حكومته برنامج يوزما اللي على أساسه تم تقديم حوافز ضريبية جذابة لصناديق رأس المال الاستثماري الأجنبية اللي استثمرت في دولة الاحتلال وكانت النتيجة استثمار الصناديق دي بكثافة في صناعة التكنولوجيا وده اللي ساهم في نمو دولة الاحتلال الاقتصادي وفي سنة 95 صدر قانون التأمين الصحي الوطني وتم إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة في إسرائيل وتم رفع الأجور بنسبة 50% وارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 70% ده كله غير مشاريع اقتصادية تانية كتير فتوصفت فترة حكم رابين التانية بأنها أكتر فترة ازدهار للاقتصاد الإسرائيلي من بداية تأسيس دولة الاحتلال لحد النهاردة وفي يوليو سنة 1995 قاد نتنياهو موكب جنازة وهمي ضم نعش وحبل الجلاد في مسيرة لمناهضة رابين وهتف المتظاهرين ساعتها الموت لرابين الموت للخائن وساعتها نبه رئيس الأمن الداخلي كارمي جيلون نتنياهو من إن فيه مؤامرة لاغتيال رابين وطلب منه تخفيف خطاب الاحتجاجات لكن نتنياهو رفض وفي يوم 4 نوفمبر سنة 1995 تم اغتيال رابين خلال مشاركته في مسيرة لدعم عملية السلام في ميدان الملوك في تل أبيب شوف يا صديقي المسيرة دي كان غرضها هو الرد على المسيرات والاحتجاجات المكثفة لاتفاقية أسلو اللي قام بيها المعارضين في الشوارع وحضر رابين المسيرة مع وزير الخارجية شمعون بيريز وكانت المسيرة مكونة من مئة ألف شخص وساعتها رابين قال عليهم إنهم حمايته من أي خطر فقال رابين وقتها في كلمته أصاد التجمع لقد اعتقدت دائما أن معظم الناس يريدون السلام ومستعدون للمخاطرة من أجله وبعد ما انتهى التجمع نزل رابين على سلالم قاعة المدينة باتجاه الباب المفتوح لعربيته وفي اللحظة دي أطلق يجال عمير 3 رصاصات على رابين من مسدس نصف آلي رصاصة منهم اخترقت ظهره ومزقت طحاله وثقبت رئة اليسرى والتانية اخترقت قفص الصدري واخترقت رئة اليمنى أما الرصاصة التالتة فأصابت يورام روبين وده واحد من الحراس الشخصيين لرابين لكنها ما أتلتوش وبعدها تم نقل رابين لمستشفى إخيلوف وتوفي على ترابيزة العمليات وساعتها تم القبض على يجال عمير فورا من حراس رابين الشخصيين والشرطة وخلال التحقيق معاه اتضح أنه مجرد شاب يميني متطرف عارض توقيع اتفاقية أسله وقال يجال عمير اللي كان عمره 25 سنة وقتها خلال التحقيقات أنه كان رافض ومعارض بشدة لمبادرة السلام بين رابين والفلسطينيين لأنه حسن انسحاب اليهود من الضفة الغربية هيحرم اليهود من تراثهم الكتاب المزعوم وقال عمير أن رابين بالنسباله روديف والروديف دا يا صديقي أو المطارد هو شخص حسب التلمود بيحل قتله على يد أي شخص يهودي تاني لأنه حسب وصف التلمود هو شخص بيعرض حياة اليهود للخطر وعلى حسب كلام والده فعمير حصل على إذن من حخام لتنفيذ عملية اغتيال رابين وفي التحقيقات مع عمير قال أنه تصرف وفق دين روديف يعني دا ما كانش تصرف شخصي والغريب يا صديقي أنه على حسب تصريحات الشين بيت أو الشباك فالجهاز كان عنده معلومات فعلا عن محاولة عمير في إنشاء ميليشيات منهضة للعرب وأنه حاول اغتيال رابين وأنه قال علنا أنه هيقتل رابين لعدد كبير من الناس دا غير أن عمير حكى لزميله أنه حاول يقتل رابين قبل كده لكن المحاولة فشلت ومع ذلك وبالرغم من كل المعلومات دي إلا أن المنظمة تجهلتها باعتبارها حسب رأيها غير موثوقة والتفاصيل دي كلها خلت الاتهامات والشكوك تروح ناحية الشباك خاصة بعد ما اتضح أن فيه واحد من عملائهم وهو أفيشاي رافيف كان موجود خلال المسيرة وكان كمان على صلب عمير وشبه عارف بخطته وكان هو نفسه يميني متطرف رافض لاتفاقية أسله وتم تصويره في مظهرة مع ملصق لرابين وهو لابس زي القوات النازية وعشان كده تم تقديمه للتحقيقات هو كمان وفي القضية دي ما تمش اتهام الشباك لوحده ده كمان تم اتهام الموساد وبنيمين نتنياهو وشمعون بيريز المنافس الأقوى لرابين وخلال التحقيقات اعترف عمير على أخوه حجاي وقال انه ساعده في عملية الاغتيال فداهم عملاء الشباك بيت عمير واعتقلوا أخوه زميله عدني اللي شارك هو كمان في العملية وتمت محاكمة عمير بتهمة قتل رابين وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بينما تمت محاكمة أخوه حجاي وزميله عدني اللي كانوا شركاء في عملية الاغتيال بتهمة التآمر وتحكم على أخوه بالسجن المدى 16 سنة وتضافت ليه سنة كمان في السجن بتهمة التهديد بقتل رئيس الوزراء أرييل شارون وتحكم على عدني بالسجن المدى 7 سنين وفي 28 مارس 96 أصدرت لجنة شمغار تقريرها أو لجنة التحقيق الرسمية اللي تم تشكلها للتحقيق في اغتيال رابين وانتقدت اللجنة في تقريرها جهاز الشباك بسبب تعريضه لحياة رئيس الوزراء للخطر وتجاهل تهديدات حياته والغريب يا صديقي في القضية دي انه على حسب تصريحات رئيس الأمن الداخلي كارمي جيلون فرابين رفض رفض قاطع طلبه بارتداء قميص مضاد للرصاص ورفض ركوب سيارته المدرعة اللي تم شراءها ليه مخصوص طبعا بقات لرابين فشل تحقيق أي تقدم في اتفاقيات أسله وعشان كده اعتبر المجتمع الإسرائيلي إن العملية دي كان مخطط لها من جهات أهم في الدولة زي الشباك والموساد زي ما قولنا قبل شوية وبعد اجتماع طارق لمجلس الوزراء تم تعيين وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز كرئيس للوزراء بالوكالة واغتيال رابين دا تسبب في صدمة كبيرة في العالم كله وأثار جدل كبير فبعد موته اتجمع عدد من الإسرائيليين في الساحة اللي تم اغتياله فيها حددا على وفاته وخرج الشباب بالذات بأعداد كبيرة وأشعلوا الشموع التذكارية وأنشدوا أغاني السلام بينما احتفل المعارضين بوفاته في الشوارع وفي 6 نوفمبر سنة 96 تم دفنه في جبل هيرتسل وحضر الجنازة عدد من زعماء العالم وكان من بينهم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والرئيس المصري حسني مبارك والملك حسين ملك الأردن وتم تغيير اسم الساحة لساحة رابين وتم تسمية عدد من الشوارع والمؤسسات العامة في إسرائيل باسمه ومؤخرا ظهرت بعض المقارنات بين حادث اغتيال رابين وحادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات فالتنين كانوا قادة حرب حققوا انتصارات على أعداءهم والتنين حاولوا يحققوا السلام فلقوا معارضين ليهم ومؤيدين والتنين تم اغتيالهم في مكان تجمهر اعتقدوا أنه أأمن مكان بالنسبة لهم وعلى إيد شباب متطرف دينيا فخالد الإسلامبولي قاتل الرئيس السادات كان علته الدينية هي أن السادات كافر وخاين يجوز قتله بناء على فتوى بعض الشيوخ وعمير كانت علته الدينية هي أن رابين خاين وروديف وحلال قتله بناء على فتوى بعض الحخامات ده غير كمان رفضهم هما الاتنين الغير مبرر للبس القميص الواقي والتهام مؤسسات وأفراد تانين بالتحريض على قتلهم وطبعا دي مجرد تشبيهات من حيث الظروف مش أكتر وأكيد فيه اختلاف كبير من ناحية الأشخاص وقضية كل واحد فيهم فطبعا ما فيش مقارنة بين الرئيس السادات صاحب الأرض برئيس كيان محتل مجرم وبكده تكون خلصت حلقاتنا هاستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عايزين مواضيع إيه نعرضها في القناة وتشوفوا المواضيع اللي فاتت وتستنوا المواضيع اللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس سلام شكرا